موسيقى كريمة جدام عضو المجلس الجامعي نائبة كاتب المجلس اليوم دوزنا دورة أكتوبر العادية اللي دازوا فيها واحد العادة النقاط اللي كانت النقاط اللي دازوا بالإجماع واللي دازوا بالأغلبية الحمد لله كامل يدازوا وكانت مناقشة مستفيدة في جميع النقاط وأكيد أننا دائما دافعنا فيها على الرأي دير المواطنين ذك شيء لشهن هنا وكانوا نقاط مختلفة كانوا نقاط متعلقة بالميزانية كانوا نقاط متعلقة بالشكل الاجتماعي وكان نقاط كذلك متعلقة بالجمعيات اللي هذه واحد نقطة مهمة أنه تعطى تفوض لواحد الجمعيات يصير واحد جوج مراكز مهم في مدينة ورززت في حي تمسينت اللي غادي ستفيد منها الساكينة عامة وخاصة أن الساكينة ديالتماسينت اللي واحد جوجة المراكز غايجيوبوا واحد تكوين وواحد لفعله وغاجوة المدينة و الحي كذلك عبداللطيف بغدي كاتب المجلس الجماعي لمدينة ورززت اليوم الحمد لله دوزنا الدورة في واحد ظروف جد جد إيجابية بالنسبة لمدينة ورززت وأهم اللي في هذه الدورة هذي هما جوجة النقاط صراحة لهم مهمة بثاف هي الميزانية ديالة الفين وربع وعشرين وكذلك تدبير المفوض للنفايات بو رززت الدورة دست صراحة بظروف مزيانة وكان فيها يسدوها لواحد الشفافية وجميع الإخوان كانوا التدخلات ديالهم صراحة في المستوى العالي وكان واحد تضامن ما بين أغلب الأعضاء اللي كنتمي الجامعة ديال ورززات اللي عندهم واحد العدد ديال الاقتراحات واحد العدد ديال الآراء واحد العدد ديال التصورات بالنسبة لمدينة ورززات احنا بغينا باش نشوفوا إن شاء الله رحمه الرحيم مدينة ورززات بواحد الحولة جديدة وبغينا نشوفوا مشاريع جديدة ونشوفوا إن شاء الله رحمه الرحيم واحد العدد ديال المرافق اللي غادي تزاد للمدينة ورززات وبغينا ورززات تبقى نها المدينة اللي هي كيتمنها أي مغربي مدينة سياحية مدينة اللي إن شاء الله كتتقبل واحد العدد ديال السياح كل عام وبغينا هاد الناس هادوا يلقاوا المدينة في ظروف إن شاء الله مواتية وظروف عالية إن شاء الله السلام البهجاوي عضو مستشار بالجامعة الترابية لورززت عن حزب تقدم والاشتراكية إذن فيما يخص الدورة دياله أكتوبر فجاءت الدورة لتمييزات بواحد النقاش اللي هو نقاش صحي ونقاش اللي هو كان في المستوى كلهم أبدى رأيه فيما يخص نقاط ستة لمدرجة في جدوان الأعمال وكما شرت كان نقاش اللي هو صحي وكانت نقاط نقاط اللولة اللي هي متعلقة بالميزانية في شقيها ديال المداخل فالجامعة أعطت مجموعة من الأمور اللي هي مرتبطة بالمداخل لتنمية المداخل وكذلك هاد المداخل المتطورة كتسيرت نمية ديال المدينة اللي كتنتظر من الساكنة والحمد لله أن هذه الميزانية نلت التقى ديال أغلبيات الأعضاء إذن وكنتمنوا باش تمشي في المصار الصحيح ديال المتطلبات ديال التنمية ديال الساكنة ديال المدينة ورززات لأنه كما نقوله ليد العين وبصيرة واليد قصيرة في هذه الميزانية نطلبه من السيد الرئيس باش نجتهده جميعا من أجل تنمية هذه المداخل وكذلك مسايرة الركب في التنمية ترجمة نانسي قنقر